قصف متواصل تشنه الميليشيا على عدد من الجبهات في محافظة الجوف حيث قامت بقصف مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبال حام شمال مديرية الموتون ومنطقة وقز بمديرية المصلوب واستهدف القصف منازل المواطنين في منطقة مزوية التابعة لمديرية الموتون قوات الجيش الوطني بدورها رصدت مئة الخروقات ورفعتها إلى لجان الإشراف لكن دون ما تجاوب يذكر قاموا بالخلوقات الكثيرة ونحن نبلغ تلو البلاغات إلى اللجان المتخصصة ولكن لم نرى أي تجاوب لا من الحوثيين ولا من اللجان اللجان نفسها كأننا نصب إلى وعاء مخروق اللجان ما فعلش دورها هي هدنة من طرف واحد على ما يبدو حيث تلتزم قوات الجيش بأوامر القيادات العليا بعدم التقدم كمحاولة أخيرة في انتظار ما ستتمخض عنه المشاورات السياسية وإلا لكان الأمر مختلفا على الواقع الميداني يقول هذا الجندي وكان رئيس لجنة التهدئة في المحافظة قد صرح في وقت سابق أن مديرية خبو الشعف منطقة محاصرة مؤكدا أن الميليشيا لازالت مستمرة في خرق الهدنة عبر القصف الذي تشنه على مواقع الجيش واستقدام مزيد من التعزيزات العسكرية خلال الأيام الماضية إذن تستغل الميليشيا التهدئة لإعادة ترتيب صفوفها ومحاولة إحراز تقدم متى ما سنحت لها الفرصة وفي المقابل تعمل قوات الجيش والمقاومة الشعبية كجهة صد ودفاع في انتظار ما ستأول إليه نتائج الحوار السياسي لتحديد خيارتها المقبلة